انتم دارين السعودية ليش حبثت الشيخ علي الضبيبي؟ الشيخ علي الضبيبي اول ما دخل السعودية الكل بيتكلم الشيخ علي وصل الشيخ علي الشيخ علي فالسلطة السعودية قسطهم ان الشيخ علي شيخ دين مشهم دارين انه شيخ قبلي قسطهم انه شيخ دين فقبضوا عليه لان السعودية ما عيبهمش اي شيخ دين يحبسوه جنب خالد الراشد جنب العريفي العريفي وينو مختفي محبوس جنب العودة جنب ملاهن الاف المشايق والعلماء حق السعودية محابيس في مسكوه وحبسو قسطهم انه شيخ دين ولان بيحققوه مع الشيخ علي الضبيبي كم حافظ ايزا اعترف كم حافظ كم حافظ احاديث بتصلي الخمسة الفروض سمعنا خبر انك بتصلي الخمسة الفروض تصلي الخمسة الفروض قسطك ما بيش دولة ها تصلي قيام الليل قالوا بتسبح وتستغفر في اليوم هالف مرة قالنا التحقيق هكذا فقلتاكم قبضوا على الشيخ علي والان في التحقيق اذا ثبتوا عليه انه بيصلي الخمسة الفروض قيام الليل وبيسبح وتستغفر ايرح فيها اعدام ويمكن عشر سنين ويمكن واذا ما اثبتوش عليه انه بيصلي الخمسة الفروض قيام الليل وحافظ المسحف خلاص ايفكوا ايفكوا اسير قلون رحلة الشعب اليمني كامل يوجه رسالة الى النظام السعودي بالافراج عن الشيخ علي الضبيبي مش شو شيخ دي شيخ قبلي حصل شو تفاهم شوش